بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اشباعين. ازايكم ان شاء الله ايه يا رب تكونوا بخير. يا رب ان شاء الله يكون جديد احسن من اللي فات. اه وتمنى يعني يكون الناس قدت كويس في السي ايه بعد المجهود اللي عملناه يعني. ان شاء الله يعني يكون النتيجة كانت مرضية للكل. اه اعرف نفسي بس الاول عشان لو في حد بيشوف الكورس ما كانش مع عنا بفعة الفاتت انا محمد عبد الحميد او زي ما الناس كلها بتقول لي حميد. ان شاء الله انا وانس هنكون معاكم الترم ده. هنشرح معكم مادة. طيب. اه مادة احنا المفروض ان احنا بنشتغل من كتاب اسمه تمام? احنا اللي علينا في المنهج عشرة غالبا يعني هنمشي طريقة ان احنا اه كل محاضرة هتنزل بشابتر. اه يعني ان شاء الله تكون الطريقة دي كويسة. وطبعا مش محتاجة اعرفكم كتير على طريقتنا يعني احنا انتم عارفين طريقتنا وعارفين نظامنا في الشرح العام ازاي. طيب. اه خلينا نبدأ عطول في اول عندنا النهاردة وهو يعتبر شابتر انترو. يعني انترو بس فيه مفاهيم وكتير لازم تكون عارفهم الشابتر ده. على اساس هنكمل بقية الايه? بقية وكده. فخلينا نبدأ نشوف كده يعني منين بدأ موضوع وكده. احنا كان عندنا دايما الكمبيتر بتاعناك عبارة عن ايه? يعني ايه كلمة يعني ايه المكونات اللي تخلي ان احنا نقول على ده كمبيوتر. تمام? فقال لك والله احنا كان عندنا بدأ الموضوع ايه? هاردوير. تمام? هاردوير ده عبارة عندك عن ايه? قال لك والله الموضوع ده عبارة عندك عن ايه? وكمان عندك ده كده الهاردوير بتاعي. ودي كده كنا بنطلق عليهم مصطلح وحتى لما كنت في بقول لك بقول لك انه هو لان انا نفعتها كان بقول لك ان الميموري عددها قليل مش بالضخامة تاعت الكمبيوتر العادي وكده. طيب. وكان عندنا الناحية التانية اليوزر. اليوزر عايز يتعامل مع الايه? عايز عنده شوية خدمات او شوية مطلبات عايز يعملها. تمام? فكان محتاج حاجة تنفذه مطلبات والخدمات دي. فروحنا عملنا له ايه? رحنا عملنا له الهاردوير. تمام? بس لقينا ان ان اليوزر عمره ما هيعرف يتعامل مع الهاردوير. لان الهاردوير ده يعني انت بتتكلم هنا بالزيروز والونز. فانت فكت ان انت تتعامل بالزيرو والونز. يعني انا مسلا لو عايز مسلا اطبع حاجة اروح مكاتب له كوماندو عبارة عن زيروز وانز دي حاجة مستحيلة فوق ما تتصور. قال لك ايه? قال خاص احنا لازم ندخل حاجة في النص اللي هي بنسميها ايه? هنسميها السوفتوير. تمام? طيب. جي قال لك قال لك انت عشان تحقق المطلوب ان انت اليوزر يبدأ يحصل الخدمات بتاعته اللي بيقدمها لهاردوير. قال لك انت محتاج طبقتين من السوفتوير. اول طبقة اسمها الابليكيشن. انا خلينا نختصر كده ااب سوفتوير. تمام? وعندك طبقة تانية اسمها ايه? اسمها سوفتوير. واحدة واحدة هنقفى من الكلام ده عبارة عن ايه? طيب قال لك اول حاجة عندك ايه? قال لك اول حاجة والله انا عندي حاجة اسمها الاب سوفتوير. اللي هو السوفتويرز اللي هو يعني ايه مثلا? زي مثلا الويب براوزرز. تمام? اه عندك مثلا الداتابيز لو انت عندك داتابيز داتابيز سيستم دي تعتبر ايه? تعتبر برضو من ضمن الابليكيشن سوفتوير اللي هي الحاجات اللي بيتعامل معها. يعني احو لو افترضنا ان انت عندك اليوزر كده هو. فليوزر هنا بيتعامل مع الاب مش بيتعامل مع الاسوفتوير كله. بيتعامل مع الاب سوفتوير. طيب! وبعد عديد كده اب سوفتوير بيتعامل مع سوفتوير وسوفتوير هو اللي بيتعامل مع الهاردوير. فخليها ماشين واحدة واحدة عشان ايه? نمشي بتدرج كده. وزي ما انت عارف طريقة دا يا انا هامشي معك بتدرج وعمل لك الباضاء بشكل منظم بحيس ان انت تبقى فاهمه. وفي نفس الوقت لأ وجيت ان احنا طبعا انت عارف ان اللي انت حميت على المادة دي تقريبا فانت احيانا هتضطر ان انت تحفز حاجات. فلما تحفزها وانت تبقى الدنيا متنظمة في دماغك والموضوع مرتب بشكل منطقي هيبقى احسن من انت تحفزها وهو شوية كلام عشوائي. اه ممكن هنشرحه لك. بس هيبقى كلام عشوائي. فانا هحاول اربط لك المواضيع ببعض وابني لك الحاجات فوق بعض الحيث ان انت متتعبش في الحفظ ان شاء الله. طيب احنا اكمل شغل انا. احنا عندنا الاب سوفتوير. ماشي زي عندك زي وعندك حاجات برضو اللي هي كنا بنسميها عليه. اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اي حاجة بتشتغل مع التست. مع التكست ازي. اي حاجة بتشتغل في ان هي مسلا ايه? عندك 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 حاجات دي كلها بتتعب مع تكست فتبع طبع من ضمن ايه? الورد بروسسين. طيب? احنا كده عارفنا اللي هي بقابلة ايه? طيب. تعال نتكلم على اللي هي التانية من السوفتوير وهي السوفتوير. ايه يا صديقة السوفتوير ده? قالك السوفتوير ده اه مش برنامج زي اللي فوق كده ده. ده عبارة عن حاجة بتقدم لك كاملة تقدر ان انت تنفس فيها طيب يعني ايه كلام ده انا برضو مش لقد قوي. اقول لك والله من ضمن الحاجات بتاعت السوفتوير اللي احنا هنتكلم عليه الكورس ده كله. تمام? يبقى الكورس يبقى لما اقول لك الاوبريتنج سوفتوير ده عبارة عن سوفتوير. وركز قوي انه عبارة عن سوفتوير. يعني ايه يعني هو في الاخر عبارة عن كود. يعني انت في ديناريك ده في الاخر عبارة عن كود بيتنفس عادي جدا طبيعي جدا. تمام? بس هو الفكرة في حاجة انت لو فكرت هنا هتلاقي ان معظم الاوبريكيشن سوفتوير دي بتبقى مكتوبة بهاي ليفل بروغراميج لاندريدش. تمام? فدا ما دي خالص. تمام? فانا علشان ابدأ اقربها لي الهاردوير محتاج السوفت محتاج السوفتوير. السوفتوير بيبقى شوية. بيبقى لو ليفل. فانا ده وقتي عشان اقرب للهاردوير اللي هو لو ليفل. تمام? فانا محتاج انقل من الهاي ليفل للو ليفل. فانا بدايب بيعملني النقلة دي. يبقى السبس بنقلني من الهاي ليفل اللي هي بتاعة الاب سوفت وير. بينقل لي كده. بينقلني للهارد وير اللي هو عباره عن خالص. يبقى احنا هنا كده لو اعتبرنا دي كده دي كده هتبقى دي انا هسميها تمام? طيب. يبقى انت كده فهمت الطبقات بتاعتك ماشي ازاي? تمام? يبقى احنا كده. هنقدر ان احنا نتعمل معا. ليه? يبقى احنا ليه عملنا الطبقات دي? علشان نبدأ نتعامل. اليوزر اللي عايز يتعامل مع حاجة سهلة بالهاي ليفل. تمام? حاجة زي البيتون حاجة زي الجافا. تمام? وفي نفس وقت الحاجة الهاي ليفل دي عايز يتعامل مع اللو لو. فاحنا بنجيب طبقة في النص نسميها اللي هي السيستم سوفت وير. اللي هي بتبقى وصلة ما بين الاب وما بين الهارد وير. تمام? طيب. عندنا ايه انواع تانية من السيستم سوفت وير? قلتلك اول حاجة الاو اس وده هنشترك نتكلم عنه الكورس كله. طيب ايه تاني من السيستم سوفت وير? قالك والله من السيستم سوفت وير كمان اللي هو الديفايس درايفرز. يعني ايه الديفايس درايفرز دي يا حميد? هقول لك والله يا صديقي. انا دلوقتي المفروض ان انا عندي اي جهاز بيبقى في يعني مسلا حاجة زي اليو اس بي مسلا. فانا ببقى عندي يو اس بي بيبقى دخل لها كزا يعني مسلا يو اس بي ده ممكن ادخل عليها يو اس بي وان ويو اس بي و تو و سري. تمام? فانا اليو اس بي ده علشان ابدأ اتعامل معاه عن طريق بتاعي لازم له حاجة اسمها يبقى الدرايفر ده هو ما بين ما بين الاو اس و الديفايس كنترولر. ليه? لان انا اليو اس بي ده بعتبره ديفايس كنترولر. وهنتكلم على المدادة بالتفصيل. بس انا ده بقى دايما ما بوصلش الحاجة بتاعتي مباشرة على الجهاز. يعني انا دلوقتي لما بوصل مثلا فلاش او لما بوصل مثلا كيبورد. الكيبورد ده ما بدخلهوش مباشرة على على الهاردوير. لا. انا ما بدخله على والكنترولر ده بيقى فيه كزا خانة يعني ممكن توصل هنا كيبورد ممكن توصل هنا ماوس ممكن توصل مش عارف ايه. ده بيبقى خاص مسلا باليو اس بي? الحاجات اللي هي اليو اس بي. ده? الكنترولر دا هو اللي بيخش على الهاردوير بتاعي وهو الو اس بيتعمل معاه. ثم؟ يبقنا دلوقتي بعمل ما بين الو اس وما بين ايه? الكنترو ما بين الديفايز كنترولر اللي هو مسلا هنا مسلا يبقى وارع عن اليو اس بي ممكن مسلا في حاجات تانية مسلا بتتعامل بالاثر نيت فانا هيبقى عندي كنترول للاثر نيت. تمام? يبقى ساعتها برضو هيبقى لها درايفرز مخصوص. ماشي? طب حلو الكلام ده يا حميل. طيب. تعال نبص كده تاني. طب ايه تاني من الحالات اللي عندنا? اه قبل ما ننقل بس اعايز اقول لك نقطة مهمة ان انا عندي ده ده ودي نقطة مهمة جدا عشان لما نتكلم عن عن مش هيبقى يبقى دلوقتي بيبقى هو دلوقتي ده هو بيعمل لي ما بين ده بحيس ان انا اقدر اعمل ما بين هم ايه? اقدر اوصل ما بينهم ان انا اعمل اقدر اعمل ايه? ما بينهم هما الاثنين. زي ما قلت لك انه هو في الاخر انا عايز اسمح بالتواصل ما بين والاو اس بتاعي فانا لازم ده يبقى بتاعي. تمام? علشان يقدر يفهم يعني كأنه يبقى عنده حاجة يبقى كأنه يبقى عنده حاجة جواه يقدر يفهم بيها فالحاجة اللي جواه دي اللي هي ايه? اللي هي ماشي? يبدأتي ده جزء من الايه? من الاو اس. طيب. خلي بقى احنا كل ده بنتكلم عليه? بنتكلم عن السيستم سوفت ويرز. طيب ايه تاني ممكن نتكلم عليه? قال لك والله اللي ممكن نتكلم عليه تاني اللي هو الفيرم وير. ايه الفيرم وير ده يا صديقي? قال لك والله هو اي سوفت وير متخزن جوا الهاردوير. بس متخزن عن طريق مين? عن طريق مانيفاكتر. يعني ايه الكلام ده? انا دلوقتي اقولك حالة حلوة. اهددك مثال بحاجة احنا استخددناها. ماشي? طيب. فاكر لما كنا بنتعامل مع الجي بي اس موديول في مشروع الامبيتر. ماشي? كان الجي بي اس موديول ده كنت انا بكتب له عندي ايه في في السيستم بتاعي? كنت بكتب له درايفر علشان ابدأ اتواصل مع درايفر ده كان بيستعمل مثلا اليو ارت وكان يقول له ابعت وابعت واستقبل وكلام ده كله. اللي انا كتبته ده باليو ارت ده اسمه ديفايس درايفر وده حطيته جوا المايكرو كنترول بتاعي كأنه الكمبيوتر بتاعي وده اللي بيتعامل معه مع البتاع ده. المعنى ده كده هنا كان انه اسمه ايه? ديفايس درايفر. تمام? حلو كرام? السنسور بقى نفسه اللي هو الجي بي اس. الجي بي اس ده مش انا قلتلك ان هو بيبعت ساعتها آآ بيبعت ميسج للامر الصناعي والامر الصناعي بيبدأ ان هو يستقبل بها حاجة وبعد كده يبدأ يحسب المسافة والكلام ده كله. طيب. الكلام ده كله ده كله بيتنفس ازاي? قال لك والله ده سوفتوير مكتوب جوا الجي بي اس. يبقى السوفتوير اللي مكتوب جوا الجي بي اس ده اسمه فيرموير. وده اللي كتبوا المانفكتشر اللي هو اللي عمل الجي بي اس موديول نفسه. خزينه جوا حاجة جوا جوا من المري جوا مسلا ممكن تبقى روم. يعني هو مسلا جوا روم كده مكتوب فيها الفيرموير بتاع الجي بي اس ده. تمام? يبقى دلوقتي ديفايس درايفر ده عمل ايه? عمل كومنيكيشن ما بين المايكرو كنترول بتاعي اللي هو ممكن نعتبره هنا الكمبيوتر بتاعي او الاو اس بتاعي. ماشي? وبين ما بين الديفايس بتاعي. ما بين الديفايس بتاعي اللي هو ايه? اللي هو الجي بي اس. يبقى ده اللي سامحلي عن طريق مسلا ان انا عم استخدمتي او استخدمتي كزا. تمام? لكن الفيرموير ودخل بقى لك ده جزء من الاو اس. لكن الفيرموير ده بي مكتوب على الديفايس نفسه. طيب ندرى بمسال تاني مسلا بالهاردويرز اللي موجودة عندنا في الكمبيوتر اللي نحن خلص مش بنتكلم انا مسلا البرينتر بتاعتي البرينتر بتاعتي دي انا ببدأ اتعامل معها او بنزل لها لما باجي مسلا استخدمها عندي بحمل لها درايفر صح? بحمل لها درايفر على الكمبيوتر بتاعي. بس الدرايفر ده بيسمح بالتعاق بالتواصل ما بين وبين البرينتر نفسها. ما بين الاو اس وما بين البرينتر نفسها. لكن البرينتر نفسها بتشتغل ازاي كله ده متخزن على الفيرموير اللي متخزن على ميموري موجودة جواها مسلا نأتي بها الروم هو اللي بيعملها. يبقى ده عبارة عن كود. كود عادي جدا. ماشي? ده بيدي بتاعت الجهاز نفسه. الجهاز ده انت بتنفز ازاي? هيقول لك مسلا لو جاي ليت مسلا ان انا قضى بابدأ اشغل مش عارف الحبارة وبعد كده اشغل الموتور اللي بيعمل الورقة بيرفع الورقة ويدخلها جوا. ماشي وابدأ اشغل مش عارف ادي باور للليزر. فهم? كل ده مكتوب جوا برنامج ما تخزن جوا البرينتر. مسلا البرينتر دي كانت جواها روم مسلا نتخزنها فيرموير والفريموير ده بيعمل بتاعت البرينتر. ماشي? مهم انكتب عارف كلمة فيرموير يعني ايه? ماشي? نخلي الرسمة دي زي ما هي كده. ماشي? طب ايه تاني? انا كده قلصت خلي بالك. انا كده فهمتك الفرق ما بين الديفايس درايفر وقلتلك ان الديفايس درايفر ده جزء من من السوقس لكن ده الفيرموير ده عبارة عن جزء من بتاعي. حلو الكلام? حلو الكلام. ماشي? اه ايه تاني من اللي بوجودة? قال لك والله حاجة تانية من كمان اللي هي ايه? اللي هي ماشي? ايه دي? قال لك والله دي حاجات بتساعد بتاعي. حاجات موجودة يعني. بتبقى موجودة جوا بتاعي جوا الكمبيوتر بتاعي وبتساعد وقلبك يا برضو. بتساعد الايه? بتساعد طب يعني ايه زي زي الحاجات دي. قال لك والله حاجات بس هم بتعمل داتا سيكيوريتي. داتا سيكيوريتي. ماشي? اه ايه الحاجات اللي بتعمل داتا سيكيوريتي? قال لك انت بوقت تبقى في حاجات تابعة الاو اس بتاعك. زي مسلا الويندوز ديفندر. الويندوز ديفندر ده يعتبر من ضمن ماشي? وفي نفس الوقت هو يعني تابعة الاو اس بتاعي. صح? طيب ايه? ديفندر. لكن مسلا لو اتكلمنا على اه في حاجات تانية ممكن تبقى ده برضو بس تبقى يعني ايه? يعني ايه يعني ايه يعني انت بتجيبها من بره. تمام? انت بتجيبها من ايه? من بره. ها? زي مسلا انت تحمل برنامج عندك مسلا زي والكلام ده كله. تبقى تحمله ويشتغل معاك ان هو يساعد ان هو يعمل وحاجات زي كده. طيب ايه تاني من ضمن بعض الحاجات اللي هي اللي بتساعد اللي هي بتاعت الفايل كومبريسور. الفايل ايه? كومبريسور. طيب مسلا زي اللي هو او الحاجات كده هي بتعمل كومبريسور. ماشي? دي برضو من ضمن الحاجات بتاعت بس دي مش دي مش من ضمن بس دي مش من ضمن بس من ضمن ايه? حاجات حلو الكلام حلو الكلام وجميل او محترم او او. طيب ايه تاني من ضمن السيستم سوفتوير. انا خليق لك لغضياتي بتكلمك ايه? احنا في الجزء بتاع السيستم سوفتوير. قال لك والله الحاجات برضو اللي هي البرو جرامنج لانجوج طبعا مش رحتاج اقول لك دي ايه? قال لك ان ها دي وبرا عندك اللي هي ايه? الكمبيلر. الكمبيلر بتاعي من ضمن السيستم سوفتوير مش من ضمن السوفتوير. تمام? ليه? لان هو برضو نفس الفكة زي بقيت لك ان هو بيعمل لك تقدر ان انت تكتب فيها الكود. وبعد كده ياخد الكود ده ويحوله لك ايه? للماشين لانجوج. فهو برضو يعتبر همزة وصل ما بين الابليكيشن سوفتوير. اللي هو بس نقدر ان نعتبر مثلا اللي هو و الهاردوير بقى اللي هو لما يتحول لباينري. تمام? طبعا بيعدي مراحل كتير للأسيمبلي والكلام ده كله. فهو يعني بس احنا ممكن نختصرهم في ايه? في انه هو تمام? هلو كلام جميل اوي اوي. ما احنا كده فهمنا احنا حلنا المشكلة بتاعتنا ازاي ان احنا كان عندنا مشكلة في الاول ان احنا عندنا آآ هاردوير ويوزر. تمام? ما كانوش عارفين يتفاهم مع بعض. اليوزر عمرو ما يروح يتعام بالهاردوير. فتدخل طبقة في النص. طبقة دي قالك انت بتتكلم مع عايز يتكلم مع حاجة خالص. وهاردوير عايز يتكلم مع حاجة لهو ليفل خالص. فقالك السوفتوير هيتقسم طبقتين. طبقة هتشمق هترايح اليوزر وهتشوف هو عايز ايه? انت عايز خلاص انا هعمل لك حاجات تقدر تتكلمها بالحاجة زي حاجة زي حاجة زي حاجات دي فيها حاجات دي فيها تقدر ان انت اليوزر يبقى سهل ان هو يتعامل معها ويبقى الدنيا في والكلام في اللذيذ اوي اوي اوي. تمام? وفي نفس الوقت هعمل انت اليوزر مش هيبقى شايفه? تمام? سوفتوير ده هيعمل لك اللي ما بين الحاجات اللي انت بتستخدمها وما بين بتاعك. ويبدأ ان هو يقدر كمان مش مجرد ان هو بيترانسليت بس ده ان هو يبدأ يكنترول الموضوع ماشي ازاي? ويقدر ينظم التعامل على وهنا عرف الكلام ده بالتفصيل احنا وبنتكلم. طيب خلاص انا كده وصلت معاك للنقطة ازاي ان احنا اتعاملنا مع الوضوع ازاي حطينا اللي ازاعتنا وازاي هنبدأ نشتغل عليها. جينا بقى قالك ايه? قالك خلاص تعالها جدا نشوف بقى نتكلم على الحاجة اللي ما تكلمناش عليها واللي المفروض ان احنا نتكلم عليها. ايه هو? ناشي? قالك والله ده في الاخر هو عبارة عن عن سوفتوير. يعني ايه? يعني في الاخر هو عبارة عن كود. حلو الكلام? حلو الكلام. طيب. وكلمة سيستم يعني ايه? قالك والله سيستم ده يعني عبارة عن مجموعة فايلات. يعني هو كود زي ما قلنا. بس الكود ده عبارة عن ايه? مجموعة فايلات. ناشي? كل فايل كأن كده كل فايل فيه آآ كود. والكود ده بيعمل مسؤول عن حاجة معينة. ليه مسؤول عن حاجة معينة? عشان يقدر يبنيه للسيستم بتاعي. يبقى انا بكرة سيستم ان انا ايه? ان انا اعمل سيستم فيه اركان كتير والاركان دي معمول لها ايه? ازاي محكومة? ازاي تشتغل. تمام? فانا بتاعي عبارة عن ايه? مجموعة فايلات بتبقى محطوطة مسلا في السي عندك. بتبقى محطوطة في السي. اللي هو ماشي. والفايلات دي بتحكم حاجات معينة. يعني ايه مسلا ايه? بتلاقي عندك فايل مسلا معمول له مسلا ايه? مسؤولة عن مسلا. تمام? مسؤولة عن ايه? هنتكلم يعني ايه بروسس وهنتكلم بالكلام ده. بس خلي الوقت يقوم المسميات يعني. ماشي? طب اتلاقي في فايل مسلا بيتكلم عن ايه? الميموري مانجمنت. انا يعني هنسميهم كده بيننا وبين بعض فايلات يعني. تمام? وهو فعلا اجزاء من الكود بتتحكم في الموضوع. بس ايه مش قسمت بشكل فايلات يعني. بس هي اجزاء من الكود بتتحكم في الحاجات دي. تمام? طيب عندك ايه هنا? عندك كمان فايل سيستم. فايل سيستم مانجمنت. ماشي? ماشي? ومسلا عندك الكاش بس. حاجات مسؤولة عن الكاش مانجمنت بعض. وحاجات مسؤولة على الانبوت. تمام? وفي جزء مهم جدا 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 فوق ما تتصور وهو يعني الجزء ده عبقاري اللي هو الكيرنر. ده هنتكلم عليه. فكل ده بيتكوم منه الابريتنج سيستم. فانت لو بصيت هنا هتلاقي ان الموضوع غريب شوية. ليه? لان انت هنا يعتبر انت بتعمل لكل حاجة. بتعمل لكل حاجة. بما فيهم حاجات اصلا زي مسلا. اه في حاجات وفي حاجات هاردويل. فانت كده بتلاقي ان انت ده يعتبر بتاعله موضوع كله. هجوة اللي بيحكم كل حاجة. تمام? طيب انا قلت لك ان انت هنا بتعمل لايه? للهاردويل بتعمل للحاجات اللي عندنا. والحاجات دي فيه منها هاردويل. والهاردويل قلت لك دي عبارة عن ايه? عبارة عن ريسورسز. صح? اللي احنا اتكلمنا عليهم. الحاجات اللي هي الايه? اللي هي الابريتنج والميموري والانبوت اضبط. فانت هنا هتلاقي ان انت عندك هنا بيعمل لحاجات من الهاردويل اصل. اللي هي زي ما قلنا هنا. الميموري. بصوا كده. الميموري. وهنا مسلا الانبوت اضبط. كل دول بيعملهم تمام? فكل ده يعتبر هاردويل مانجمنت. طيب. يبقى هاردويل يبقى هو بيعمل ايه? يبقى هو بيتحكم في بتاعتي. بيتحكم فيها ازاي يا صديقي? قالك والله عن طريق حاجتين. ماشي? قالك والله ان هو يعني ايه بقى? قالك والله ان انا دلوقتي انا عندي البرامج اللي بتشتغل دي. ماشي? البرامج دي محتاجة اللي هي مسلا ان انت بتفتح بتفتح كزا بتفتح كزا. كل دي محتاجة من الهاردويل. قالك هو اللي بيالوكيت يعني يعني يدي للبرنامج ده الهاردويل اللي محتاجه. يعني انا مسلا 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 مسلا. انا مسلا عندي برنامج مسلا بيفتح فايل مسلا. برنامج مسلا ومحتاج يفتح فايل. فالبرنامج اللي بيفتح فايل ده محتاج يفتح فايل موجود على الهارد ديسك. فالهارد ديسك يعتبر عندي من الانبوت اضبط. مين اللي بيحكم للحوار ده? الابراتينج عليها يجيب لك الفائلات اللي عندك في السيستم ويختار منها حاجة. هي نفس فقوة البرنامج ده بيبقى عايز يبراوز. ته? بيقول الوبرنامج سيستم والله أنا عايز افتح الحالات اللي موجودة في الهارد ديسك وعايز اختار منها حاجة. فالأوب اس يروح يكلم هو اللي ينظم الموضوع ده. ان هو ياخد الهارد ديسك اللي هو باره عن ايمبوت اضبوت ويعرضه له هنا. ويعرضه له هنا بحيس ان هو يشوفه ويبدأ ان هو يختار منه الفائل اللي هو عايز بها. يبقى الو邱 هنا بيعمل التهام? الحاجات اللي هي عام ديسك. guilt. حلو الكلام? حلو الكلام. طب قال لك هو بس الو اس بيعمل الكلام ده. قال لك وضايا لا الو اس بيعمل حاجة تانية. اللي هو ايه? اللي هو الكونترول. بيعمل كنترول برو جرام. يعني ايه كنترول برو جرام? يعني ان هو مش مجرد ان هو يخليك بس. لأ دى يخليك تحقق اقصى استفادة من هاردوير. اقصى استفادة من الايه? من الهاردوير اللي موجود عندك. يبقى يخليك تحقق اقصى استفادة من ايه? من الهاردوير. تمام? حلو الكلام. حلو الكلام. طبعا هو ليه كنترول بروجرام. ليه كنترول بروجرام. لانه اقصى زي ما اتفقنا انه هو سوفتوير. حلو الكلام. حلو الكلام اللي هو قد دلوقتي. احنا بقى لسه هنتكلم عن الاو اس باستفاوضة اكتر بس احنا عشان نبدأ نتكلم عن الاو اس لازم نتكلم انا قلتلك ان الاو اس ده بينظم الدنيا. طب ايه الدنيا اللي هو بينظمها? يبقى احنا لازم نعرف الكمبيوتر نفسه ناخد فكرة بسيطة كده هو اصلا يعني يعني ايه الدنيا فيه? يعني ايه النظام? فاهم? تعال هنبدأ نتكلم كده عن حاجته مهمين جدا علشان نبدأ نتكلم في الموضوع ده. وهو اول حاجة عندك اللي هي السي او والسي اي. تمام? السي او والسي اي. انا طبعا خدناهم دول اللي هو ايه? السي او اللي هي الكمبيوتر ارجانزيشن السي ايه اللي هي الكمبيوتر اكتيرتشا. طيب هل عمرنا ما سألنا ايه الفر ما بين الاتنين? قال لك والله السي او هي ايه? الكمبوننت اصلا. كومبوننت. او في كومبيوتر? وازاي? بتتنظم? ماشي? لكن السي ايه هي ازاي الحاجات دي بتشتغل مع بعض? عشان في الاخر يرسم لي الكمبيوتر بتاعي. تمام? يعني انت مسلا في السي او لما خدنا 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 مش عارف ايه? الكلام ده كله. خدنا في السي ايه بقى? ده ناخد الميموري وازاي بتتنفذ ما بين السي بيو والميموري والديم ايه والانترابت والكلام ده كله. كل ده يعتبر من ضمن الاركتيفش البداية. تمام? يبقى احنا ده تفهمنا الفرق ما بين السي او وبين السي ايه. تمام? تعال بقى نبدأ نتكلم عن كل واحدة منهم. علشان نبدأ نشوف الاو اس بقى هيزبط الكلام ده كله ازاي? فقال لك والله انا دلوقتي هبدأ اتكلم اور حاجة عندي عن السي او. طيب. قال لك والله السي او بتاعي ابارة عن ايه? قال لك والله السي او عندنا اللي هي عندنا شوية الي هي مسلا زي ايه? زي عندك السي بيو تمام? عندك زي السي بيو. عندك الديس بيو كنترولر. عندك ال يو اس بي كنترولر. وعندك الايه? الجرافيك cosas. شوية موجودة عندك تمام? كلهم وطبعا الميموري هي موجودة. كلهم مبصولين ببعض عن طريق بص واحد اسمه ايه? بنسميه السيستم بص. تمام? طيب. السيستم ده بيعملك ايه? قلق والله ان هو بيخلي بيبيروفايد. ماشي. اكسس. ميموري. يعني انت دولتي انت عندك ال 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 ديسك والجرافك القاداكتر والسيبيو. كلهم محتاجين وكلهم بيتواصلوا معاها عن طريقي سيستم بص. عن طريقي السيستم بص وكلهم بيقدروا يآجسيسوا الميموري بتاعتك. طيب بشكل كده يعني ايه مع استى شوية. هو اصلا السيستم بتاع começa來說 انها عبارة عن ايه? من الآخر عبارة عن سيبيو. ماشي. وشوية حاجات كده لزيادة بنسميهم ال كده الذي كنا بنتكلم عليها. كده دي نسميهم ايه sul first Tenemos Control usually قلت لك ان انا ماينفعش ان انا اوصل الحاجة مرة واحدة على الكمبيوتر. لا تنا بوصلها على الـ ساقيتها بقى هو بيبدا يتعامل مع الـ ما بيتعاملش مع جهاز مفرد. حلو الكلام، حلو الكلام. ماشي؟ الاس tant ما حسنا لا تفهمنا. بتاع الموضوع شكله عامل ازاي? اللي هو وتنظيمها عامل ازاي? تنظيمها ان هو عندك اهو. ادي عندك اا متنظمين كلهم. محطوطين كده وبعليهم سيستم باس. والسيستم باس بيوصال مع ميموري. والكلام ده كله تمام. تمام? تعالي ناخد شوية كده معلومات بقى عن ايه? عن الديفايس كنترولر اللي اتكلمنا عليه. ادي كده اول حاجة تعالي كده هنبدأ نتكلم شوية عن الديفايس كنترولر. قال لك والله ايه بتاعنا? قال لك والله الديفايس كنترولر ده ان انت عندك بيبقى خاص ببارتكولر. يعني ايه? يعني زي ما قلت لك ان هو يعني مسلا حاجة بتلاقي مسلا حاجة خاصة باليو اس بي. حاجة بخاصة بالديسك كنترولر. ده بتبوسعي الدسك بس. الدسك ده اللي هو الهارد دسك بتاعك اللي هو الهد دي دي. اللي هو بنظه نقول عليه السكندري ميموري. وفي معلومات مهمة اوة اعزينا عرفها ان انا لما اقول لك ميموري بقصد بها المين ميموري اللي هي قصد بها الرام. اعتقد الكلام ده تتكلمنا فيه كتير يعني بس عشان نوضحه تاني ان انت هنا بيبقى قصدك دايما الرام ماشي لكن السكندري ميموري اللي هو بيبقى عندك الهارد دسك بتاعي. طبعا? وهنشرح يعني الفر اللي بينهم ويعني ايه? يعني الدينة بتبقى عاملها ازاي? لما دي بالعقل كده بتتخزن فيها ايه? بتخزن فيها داتا. يعني الوقت كتبت حاجة بالكيبورد. ماشي? عايز اخزنها فبتخزن فين? الكيبورد بي عنده ريجستر. الريجستر ده بيروح نقل حاجة بعد كده للايه? لليو اس بي كنترولر. اليو اس بي كنترولر بيحطه في بتاعته. ماشي? بيبقى مسلا كل كل من دور بيبقى ليه خانات خانات معينة في دي. ماشي? لما بياخد الحاجة منه بيحطها عنده ويخزنها عنده. بعد كده كيبورد ممكن يكتب عليه تاني ويخزه عنده تاني. الكلام ده كله ايه? زي ما اتفقنا عليه. طمام? وبعد كده عندك ايه? بيبقى عنده كمان حاجة آآ بيبقى عنده حاجات سبيشيا. ماشي? دي بيبقى فيها بقى ايه? شوية حاجات بقى خاصة. هل في ارور? هل الحاجة سليمة? هل في وحي? هل في داتك كتبت داتا ما اتكتبتش الكلام ده كله? زي ما اتفقنا عليه. ماشي? طيب. وايه كمان? قال لك والله ممكن كمان آآ فيه نقطة كمان مهمة قوي انت مسألتنش عليها. انا قلتلك ان انا ببقى فيه محتاج ببقى بعمل درايفر للايه? لليو اس بي كنترولر او ما بشغله مسا. ماشي? درايفر ده لما بشغل الماوس بيشتغل معايا على طول. لكن احيانا فيه اجهزة بحتاج ان انا اعمل لها درايفر زيادة عن اليو اس بي كنترولر اللي هو مسلا حاجة زي البرينتر. البرينتر دي محتاج بناح لما بجيبها وبشغلها بنزل لها درايفر. فالدرايفر ده برضو يعتبر من ضمن الحاجات اللي انا بضيفها على الديفايس درايفر بتاعة اليو اس بي علشان اقدر اتواصل مع البرينتر. يبقى حلو الكلام? يبقى انا مش لازم اتعامل مع اليو اس بي او كده كده اليو اس بي كنترولر ده لدرايفر صح? ليه درايفر زي ما اتفقنا اهو. اللي عفوق تاني. قلنا ان انا الديفايس درايفر ده بيبروفايد لي انترفيس ما بين ال او اس وما بين الديفايس كنترولر. تمام? اللي هو مسلا الديفايس كنترولر قلنا عليه زي زي يو اس بي كنترولر. بس الفقر في حاجة فيه بعض الديفايزر بحتاج ان انا ازود لها درايفر كمان زي البرينتر مسلا ببقى انا محتاج درايفر كمان. ماشي? فده برضو بنزل لها الديفايس درايفر بيساعد عشان اقدر اتعامل مع البرينتر بتاعتي. حلو الكلام? حلو الكلام لحد دلوقتي. طيب تعال بقى نشوف ازاي التعامل بيتم. قال لك والله دلوقتي انا عندي حاجتين شغالين. شغال بتاعته عادي جدا. وعمال بيحتاج الايه? صح? بيحتاج الايه? وطبعا بيتكلم معاها عن طريق ايه? عن طريق السيستم بس. تعم? دي نقطة. النقطة التانية انت عندك الجزء التاني اللي شغال هو الانبوت اوبوت. الانبوت اوبوت بي انا دلوقتي مسلا الكيبورد مسلا. انا عالكيبورد بتاعي هو. ما يشيل واحدة دست على الزرار فالزرار ده يتخزن في الديفايس كنترولر. فالديفايس كنترولر راح ايه? آآ عايز ينقل الحاجة دي ويخزنها في الميموري بتاعتي. ماشي? طيب. فاوة دلوقتي عشان ينقل الكلام ده ويخزنه في الميموري بتاعتي فانا محتاج برضو ينقلها عن طريق السيستم بس. ومين اللي ينقلها لي السي بي او. فاوة دلوقتي الانبوت اوبوت ده محتاج كمان السي بي او ماشي? يبقى انا دلوقتي في بيزيك في تنفذ في السي بي او عادي اللي يا مسلا ممكن شوية حسابات مش عارف ايه كده. او مسلا ان انا هنتكلم في في بتاعي انا بتاعي شغال الكم ده كله. وفي في نفس وقت الانبوت اوبوت شغال في ناحية تانية موازية. مش مرتبط بوقت معين لان انا ممكن ادوس على الزرار ده في اي وقت. فاوة دلوقتي بيروح ايه? بيتنقل الحاجة وتتخزن هنا وبيبدأ ايه? يبعت لسي بي وانه زين الحاجة. طيب ازاي بقى الحاجتين دول ده بيشتغل وده بيشتغل انا عايز الاتنين يشتغلوا. فقال لك والله احنا بقى بنعمل ايه? قال لك احنا هنعمل حاجة حلو قوي. انت تشتغل شوية. وانا اشتغل شوية. يبقى العلاقة بين السي بي او والامبوت اوبوت. يبقى هتشتغل شوية وشوية. يعني انت ولا اسيبك انت تشتغل كله ورا بعضه السي بيو. وانا اشتغل بعديك في الاخر. ولا ان احنا هننشي للبعض. يعني انا بشتغل وانت تشتغل في نفس الوقت. لان انا مش هينفع اشتغل وانت تشتغل في نفس الوقت. احنا عندنا ايه? بص واحد. صح? فقال لك انا هعمل ايه? انا هعمل ان انت ايه? هنشتغل انت شوية وانا شوية. شوية وشوية دي معروفة باسم ايه? تعرف باسم يعني ايه? يعني انا بشتغل وانت بتشتغل والدنيا ماشية زي الفول. تمام? حلو الكلام? حلو الكلام. طيب. قال لك والله الكلام ده ازاي بيتم بقى? قال لك انت عندك طريقتين للحوار ده. ان انت عندك يبقى بتاعك عبارة عندك. عن ماشي? ان هو شغال بالانترابت. يعني ايه الكلام ده طبعا احنا اتحارينا وعفهمنا يعني حقابنا كتير قوي. ماشي? بس انا برضو ايه هبضحه لك. انت عندك انت عندك بتاعت البروستيسور لو افترضنا ان انت بتاعك او بيعمل ماشي? ومسلا بيعمل ان شاء الله حاجات تانية. فهو المفروض ان هو بعد ما يخلص الحاجات دي. ماشي? بعد ما يخلص دي الواحدة تمام? فبعد ما بيخلص الواحدة الحاجات بتاعتها اللي هي فتش والديكوت والاكس كيوت بيروح هنا لو في انترابت بيبدأ منفزه. فانا كده انا اشتغلت نفزت بتاعتي وانا ودخلت عملت لك الانترابت اللي انت عايزه. يبقى كده ده خدت شوية ودي خدت شوية. شوية هنا ان انا ايه نفزت وشوية هنا ان انا نفزت لك الانترابت بتاعي. لما جالك اه مسلا اه كتبت على الكيبورد. فعملت لي انترابت. فالانترابت بتاعي راح ايه? رحت نفزت لك وغنقلت لك الحاجة مني. يبقى كده انا اشتغلت شوية وانت اشتغلت ايه? شوية. ماشي? وفيه كمان عندي اللي هو بقى الدي ام ايه. طريقة تانية اللي هي الدي ام ايه. الدي ام ايه برضو تعتبر كون كارنت ليه? لان انت برضو بيكون شغال عندك. اطاحها. اروح انفز ان الحاجات بتديم ايه? وبعد كده ارجع تاني ام اكمل بتاعتي. فانا كده برضو يا طبعا انت انا اشتغلت شوية وانت اشتغلت شوية. ماشي? طبعا ادي ام ايه حسب بتاعته اللي اتكلمنا عليها اللي هي السايكل ستيل بقى والكرام ده كله اتكلمنا عليه. تمام? طيب. انا بدا يعني نتكلم شوية كده عن 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 بتاعي. قال لك ايه? قال لك والله انا دلوقتي بتاعي او بتاعي يعني ايه? نطلع ممكن نطلع للسايز نشرح الانترابط. طيب احنا كده نرجع للسايز كده وعشان نشرح منها الانترابط عشان انترابط احنا احنا قبل كده فانا مش محتاج انا دول صفيد في ايه انا مجالة نحكرة معك الكلام. طيب قال لك حاجة اول حاجة بتاعي اللي هو اللي تكلمنا عليه بيتكسب ايه? لفور كمبوننس. تمام? هو هنا اسمهم فور كمبوننس. واحنا برضو اسمنا فور كمبوننس. تمام? بس هو هنا اه هو هنا مقسم فور كمبونس زي ما احنا قسمنا وزار. عندك واليوزر. تبام? وبعد كده قال لك ده خليباك بالشاسم يكون بني ادم. ده ممكن يكون ماشيين او او ماشي. فعندك بتاعنا زي ما اتبعنا ماشي. ماشي. بقى قال لك والله بتاعي هو يعتبر من دون زي ما قلنا الطبق اللي في النص او نبدأ التوقع زي ما كنا رسمينا. اللي هي اللي هي اللي هي الطريقة اللي سوفت وير مش وده حتى الكلام ده يعني اكد عليه الدكتورة. فمتخافش يعني هي هنا مكتوبة مش عارف مين مكتوبة هنا ليه بس ماشي يعني. ده تبقي السيستم الفيديو جيمز والكلام ده كله. تمام? وعند هنا اللي هي من ضمنها الاو اس. وطبعا في حالات تانية غير الاو اس. بس انت ايه? يعني ايه? لما يقول لك اعمل له الاو اس وخاص. بس انت عارف ان في حاجات تانية غير ايه الاو اس. ماشي? طيب. هانو الكلام طبعا قسمنا بتاعنا اهو زي ما قسمناه زي ما قسمناه. زي ما قسمناه نفس الطريقة. ماشي? قالك والله ايه? دل تلاتي زي ما قطت لك بيعمل ايه? تمام? زي ما اتفقنا هنا. خلينا نجيبت للشاشتين كم بعد عشان يبقى نفتكر الكلام اللي قلنا. ماشي زي ما قطت لك هنا ان الاو اس اه بيعمل ايه? بيعمل وفي نفس الوقت ان هو حال اقصى استفادة وده اللي الكلام تكلمنا عليه. ماشي? طيب. قال لك ايه كمان? قال لك ان هو و جينا هنتكلم عليه اللي هو الكيرنر ده. لسه هنتكلم عليه بس ايه? خلينا دقتي اه بس الكيرنر ما يعطباش من ضمن ماشي. اه. عندك اللي هو والبرامج اللي هي بتاعته اللي هو قد نزع ليهم اللي هو والكلام ده كله طبعا من ضمن او من ضمن اللي هو من ضمن وقعنا فيه حاجات تانية من اللي هي ايه? اللي هي بتساعد زي ما قلنا ماشي? وآتكلمنا على كمان قلنا البروغرامج لانجش ترانسليتور. وكلمنا كمان على الفيرم وير والدفايس اي درايفر. بس الدفايس درايفر كان من ضمن ايه? من ضمن الاو اس. ماشي? والابليكيشن اللي هي اللي هي طبق فوق الابريتنج سيستم. وهو الابريتنج السيستم اللي ده يتعام معها. طيب زي ما تكلمنا على بتاعنا. ان احنا عندنا خلى بقى ان احنا عندنا ممكن يبقى اكتر من سي بيو. ماشي? اللي هو مالتي كور. هيتبقى مالتي كور. الموضوع عادي. تبام? وبعد كده اللي بتكونيكت كومان باس. كونترولز زي ما اتفعنا عليها. ان انا عندي كونترولز. ودي بيعمل باس ده بيعمل لي ايه? بيعمل لي آآ اكسس بروفايدنج اكسس تو شير دي ميموري. بيعمل اكسس تو شير دي ميموري. بص. اعو. كلهم بيكلموا اللي هي الميموري. اللي هي اللي احنا كله محتاجها. طبام? قال لك وفاهمنا يعني ايه ان انا بشتغل شوية ونشتغل شوية. ماشي اللي هي كده هان بيقول اللي هو الحاجات اللي هو الما بين اللي اتنين بيبقوا عايزين الميموري. اللي اتنين عايزين ايه? الميموري. طب باتفاعنا ان احنا ايه كل واحد منه بيقدر يتكلم ماشي اتش ديفايس كنترولر از ايه بارتكولر ديفايس. زي ما قلناك ان احنا هممكن يبقى فيه واحد خاص باليو اس بي حاجات خاصة مش عارف بايه كده. طبعا? وكل ديفايس دريفر عنده لو عنده ايه? بيجيب الحاجة من الامبوت البط اللي بحطوط جواه ويخزينه جواه. طبام? حلو الكلام? حلو الكلام. طب. واتش ديفايس كنترولر طب? هاز اه انا اوبريتنج سيستم درايفر. ماشي? زي ما قلت لك ان هو كل ديفايس كنترولر. ماشي? عنده اوبريتنج سيستم درايفر طبعا زي ما قلت لك ان انت مسلا اليو اس بي لها ديفايس درايفر على اوبريتنج سيستم درايفر. تمام? ديفايس درايفر بيعمل ايه? بيمانج الامبوت اضو بيفادي اهم النقطة. بيبروفايد يونيفورم. اديك على بقى نقطة مهمة ممكن تيجيها سجدها. بروفايد يونيفورم انترفيس بتوين الكنترولر والكيرنر. الكيرنر اللي هو ايه? عندي اللي هو الاس. ماشي? في ناس اصلا بتعتبر ان يعني من كونترولر مهم جدا ولسه هنتكلم عن اهميته. بس من كونترولر ما يعتبر ان ان الكيرنر مهم بيعتبر ان ده ايه? اا ان الاس هو الكيرنر. بس ده مش حاجة حقيقة. لان الاس ما الكيرنر ومجمعات حاجات تانية. تمام? طيب سي بيو موفز داتا. زي ما قلت لك ان انا بحتاج الاس بيو في ان انا ببنق البي مابين الاس بيو اللي هو اللي موجودة جوها القنترول ديفايس ولمموري اللي هي بتاعتي. تمام? لكن الاصاصي نفسه. الاصاصي اللي هو مسلا حاجة زي الكي بورد. خلي بقلك هنا وهو الاصاصي انا قصده حاجة مسلا زي الكي بورد. الكي بورد ده بينقل من الرو جيسطر اللي موجود في الكي بورد بينقل اللي لايه للو باليموت fat Ergually scored. تمام؟ يبقى في دلوقتي زي ما اتفقنا ان هنا كان في عمليتين هنا عملية بيتتم عن طريق الاصاصي الليral يم Joel ماشي؟ يعني مثلا كأن هنا مثلا الكيبورد لما بيكتب حاجة بيطنل من هنا للـ USB كنترولر ده كده الـ input وعد كده من USB للميموري ده كده ايه؟ بينقله الـ CPU ماشي؟ يبقى الـ input out من هنا لـ هنا ماشي؟ لكن الـ CPU بينقلك من هنا لـ هنا ماشي؟ حلو الكلام؟ حلو الكلام وجميل ومحترم جدا جدا. طب قال لك الـ device controller بـ inform الـ CPU that it has finished operation by causing ايه؟ بقوزنج الـ. يعني بقوزنج الـ. اول ما يخلص اول ما يخلص ان هو يلاقي ان فيه داتا جات له. يعني مثلا الـ USB كنترولر. اول ما يلاقي ان الرجل ده كتب على الكيبورد بيروح بقية الـ CPU. يبقى احنا دايما شغالين بالـ. ماشي؟ والـ بتاعنا ان احنا بيبقى الـ CPU. قول له بص بيبقى عاد طبعا عن طريق السيستم بص. ويقول له بص يا عم انا ايه؟ مش السيستم بص بيبقى ليه وسط دائما بيبقى واصل آآ ببنية الـ اللي موجودة في الـ CPU هو ممكن يبقى عندي بقى ايه؟ حاجة زي اللي تكلمنا عليه ان هو بيبقى عندي ايه؟ او ممكن ان هو مسلا ايه؟ ان هو بيلف عليهم بيبول عليهم. كلام ده كله اللي تكلمنا عليه في الايه؟ مش هنتطرق ليه هنا. كومن فرانشن اف انترابت كنترول دا انترابت سيرفيس روتين جنرالي. تلوز انترابت فيكتور ويتش كونتين زي ادرس ايه؟ يا معنى دولتي لما بيبعت انترابت مفوض ان انا انترابت ده بقدر ان انا يا اما بعمل عشان اعرف انهي ديفايس اللي عمل يا داتا يا هو بص. الكمبيوتر بيبقى عنده ايه؟ زي في الميموري بتاعته. متخزنها زي جدول كده. جدول ده اسمه ايه? اه اللي هو الفيكتور تيبل. الفيكتور تيبل ده يبقى متخزن في العنوان بتاعة اللي المفروض تتنفس لما نعمل انترابت. طب ايه الاي اس ار? الاي اس ار ده. لما بعمل انترابت المفروض ان انا بروح انفز فانكشن معينة. الفانكشن دي لها اي اس ار. طيب عنوان ده بيبقى موجود في الفيكتور تيبل. حلو الكلام? حلو الكلام لحد دلوقتي. يبقى مش الفانكشن نفسها اللي بتبقى موجودة في الفيكتور? لأ. العنوان بتاع الفانكشن اللي هتتنفس موجودة في الفيكتور. حلو الكلام? فانا داتي مسلا. اليو اس بي كنترولر مسلا عارف ان انا لو لو جالي مسلا اليو اس بي كنترولر ان الفانكشن مفروض تنفس لو جالي انترابت من اليو اس بي مفروض ما موجودة في الخانة دي. فانا المفروض اعرف من ايه بقى? او ان انا اعمل انه كل يجي لي براقب بتاعه. انا مسلا ممكن هحط هنا اللي هو اللي هو اللي هو والانترابت الكونترولر دي اواصل عليه كل الانترابت الديفايسيس. وانا بسلا ايه? لو جالي على رقم زيرو يبقى هو انا هروح للانترابت رقم زيرو هنا. وقلاقي هو ده اللي الاقي فيه بتاعه. حلو الكلام. حلو الكلام وجميل اوي اوات. طبعا? يبقى احنا دلوقتي. اه وصل اللي هي الانترابت الكلام عليها. هنتكلم عليها دي. اه في عندنا حاجة تانية. اه مش لازم يكون الانترابت بتاعي جايلي بالهاردوية. انا هنا الانترابت بتاعي حصل ازاي? لما لما دست عالكيبورد? لما دست عالكيبورد راح اعمل لي ايه? راح نقال لي. راح ادى الكنترولر بتاعي ادى انترابت لسي بيو. كلام ده كله تم باي هاردوية. هل انا تدخلت? لأ ما تدخلتش. طيب. ممكن يحصل ايه? ده? قال لك والله ده عبارة عن بيحصل امتى? بيحصل لو فيه في الكود. في مسلا حصل اسم على زيرو. اه اه مثلا حاجة مسلا مش متوصل وانت روح تيكلمته وماشي. الكلام ده كله الانترابت بيعمله احيانا بيعمله البروستور. احيانا البروستور هو اللي بيعمل عشان ايه? اه مسلا يعرض رسالة يروح منفس فيها مسلا اسر معين. الاسر ده بيعرض رسالة اليوزر مسلا يقول له يا عم انت اللي انت بتكلمه ده مش موجود. يبقى تمام? يبقى ده كده ايه? يبقى ده كده ايه? يبقى ده كده ايه? حلو كلام? يبقى يما حصل او ايه? طبعا زي ما قلنا بتاعي بيشتغل ماشي? طيب. يعني ايه بيشتغل بالانترات? قال لك والله ان هو طبعتي اول انا لسه هنتكلم عن الستارتب دي. بس خليها طبعتي ايه? نتكلم عن ايه? قال لك والله بتاعي ازاي قال لك والله بتاعي. انا دعتي كنت انا دعتي في كنت بنفذ برنامج. طبعا? راح واحد دافت لعالكيبورد. فلما خلص اللي انا بنفذها دي. رحت انفذ بتاعي. طبعا? فانا دعتي عايز ارجع اكمل زي ما كنت. لان انا بنفذ حاجات ورا بعض. قال لك ايه? قال لك لازم احافظ على المحافظ على انا اللي انا اللي انا كنت فيها. فقال لك ايه? لما يكون انا بنميلك كلام ده في في ال low لما كنت مسلا ايه عايز باعدة اعمل الB воз L pro program counter احطه في واعمل ال وحطها في الاستايك عشان لما اخذت ايه؟ وامل مش عارف ايه ايه الر register. قال لك بقى بيدي لك خدمة طارش. قال لك انا ما بخلكش تعمل اي حاجة من دون. اول ما يجي لك انترابت انا بعمل الحاجات دي اوتوماتيك. بعرفت دلوقتي ان الموضوع هنا انا ما خلتش اليوزر يعمل الكلام ده. انا كنت بعملها في سي او عشان احنا ناس ايه جامدين وبتاعوا ايه ونقدر نكتب الاسمبل وكده. لكن اليوزر مش هيقدر يعمل الكلام ده. اليوزر هو عايز يدوس على الزرارة يلاقي الحاجات كتبت. يلاقي ان في الانترابت حصل والكلام ده كله تم وفي الاخر حاجة ظهرت له على الشاشة. بقال لك ايه? قال لك اول ما بيحصل الانترابت بيتلاقي هو اللي بيروح عمل لك اللي انت كنت فيها ويخزي لك الانت كنت بفوت تنفزها المرة اللي لما ترجع من الانترابت والكلام ده كله وينقلك على طول على وانت مش حاسس باي حاجة. يبقى انا كده فعلا ان تحس باهمية الاس. طيب. اه اما ان انا اقولك زي بقولك ان انا ببقولك على الحاجات دي كلها اما ان انا بعمل ايه? ان انا ممكن عامل بيك مسلا او حاجة زي كده. قال لك والله سبريت سيجمنس اف كود ديترماين وات اكشن كود بي تيكن فور ايتش طيب اف انترابت. هنا زي ما قلت لك مسلا اللي هو ايه اللي هو الاس ار لما قلت لك انه هو ايه انا جاي لس ار جاي لي من انترابت كنترابت بس انا هروح اريد منه مسلا. تعامل حاجات زي كده. طيب. ومن هنا بقى نبدأ نشوف بقى عملية بتاعك الانترابت. ماشي ايه? قال لك والله دولتي اول حاجة في الاول خالص بينشييت بس يعني مسلا انا كيوزر مسلا. روحت وقلت مسلا ان انا ايه? اه عايز مسلا ايه? اخد مسلا من من حاجات موجودة في الهارد ديسك. فالهارد ديسك ده قبارة عندك عن ايه? قال لك والله هي قبارة عندي عن اه اللهم صلى الله عليه وسلم محمد. اه قبارة عن ايه. طبعا? فانا روحت اقول تللي ايه? قلت له اعمل عملية ايه? طبعا? طيب. اعمل لي عملية كوبي. فانا رحت عمدت انشيت للموضوع ده. هو الراحل راح بعت للهاردسك. وقال له احنا عايز اخد منك بالادرس كزا وعايز عمل لها كوبي في الادرس كزا. ماشي? خلاص هيبدأ هو ينفز اه هيبدأ هو اه هقول لك حاجة بلاش حوار الكوبي ده عشان ممكن ايه نخش بسكة اه دي ام اي وكلام ده انا هقول لك حاجة حلوة انا مسلا عايز اقرأ حاجة من الايه? من الكيبورد بسلا. ماشي? انا في برنامج وعايز اقرأ حاجة من الكيبورد. فقال لك ايه? قال لك خلاص. انا دلوقتي. انا هينشيت ان انا عايز اقرأ حاجة من الكيبورد. ماشي? هيبعت للايه? للكنترولر اللي هو بتاع الايه? بتاع اليو اس بي. ماشي? الكنترولر ده هيينشيت الانبوت او بدا هيقول لك مسلا هيروح يكلم الكيبورد او الخانة اللي فيها الكيبورد الواصلة عندك. ويقول له ايه? يقول له انا مستني منك معي. اول ما يبعت. ماشي? يروح ايه? يروح ايه? هو جاهز? ماشي? طبعا خلي بالك. هو عمل ايشيات وكمل بتاعه عادية خاص. ماشي? السي بيو بقى. اول ما يبقى جاهز والحاجة تيجي. ماشي? يروح بقعت هنا كده كأنه ده ايه? انترابت. تمام? السي بيو بقى هيستلم الانترابت ده. وايه? ويدي الكنترولر لي ايه? للانترابت هاندلر. ماشي? يروح منفز الانترابت ده. وياخد الداتا ويخزينها في الميموريو والكلام ده كله. وبعد كده يرجع يكمل الشغل بتاعه انه هو خلي بالك. هو قطع نفسه هنا. هو هنا عمل ايه? انترابت وقطع نفسه. هنا بيرجع يكمل الشغل بتاعه تاني عادي جدا. تمام? وبعد كده خلاص ادخل في ازيفون. انا لو عايز حاجة تانية ببدأ ارجع بقى ايه? اه نشيت وارجع اكمل نفس العملية دي تاني. تمام? يبقى حلو الكلام? حلو الكلام. طيب. يبقى انا ده باشي. لو انت اخدت بالك بقى انا لما عملت الامبوت اربط لما اني عملت نشيت الامبوت اربط. هلأ انا كسي بيو فضلت واق قاعد نستني الامبوت او اليوزر لغاية ما يكتب لك كيبورد ام يكتب لك كيبورد? لا. انا اول ما عملت الستارت الكنترول رجع للايه? لليوزر بروجرم يعني ان هو اليوزر يقدر يعمل اي حاجة تاني؟ ماشي؟ خلاص اول ما لما مش هlichesتنى لليه? اول ما اا اول ما يجي لي الانبوت اربط هيجي ليل والكلام ده هت LEAK تخزن وممكن تلاقيها ظهرت لك عالش شاشة مسلا اول انت باسم بتكتب علي حاجة وتلاقيها ظهرت عليك عالش شاشة. لكن انا طول ما انا مسلا اا بكتب مسلا يعني انا مسلا دولنك اي هو. انا مسلا كتبت بالقلم اهو. ماشي؟ لما كتبت هنا ماشي. آآ اه كتبت. طبعا. بس هل مسلا انا على ما بكتب ما اقدرش مسلا اه استكرول الشاشة مكل دي اوامر. طبعا. اقدر استكرول طبعا. واول ما يجي لي كتابة اقدر انا ايه. اكتب. طب هلا هتسأل خلاص انا بكتب دلوقتي. فانا دلوقتي في انترابت. ما اقدرش استكرول الشاشة اهلس? انا بسكرول قصلا دلوقتي حاليا من الماوس. مش قادرة سكرول. تمام? فادي الفكرة. فهم? هو خلاص. هو ده في انتنتبه يكتب الحاجة دي. ما عماش ما هيقلصه ويرجع ينفسك اللي انت عايز. هنا اقدر ارجع بقى ايه? اعمل ايه? بتاعي عادي جدا. تمام? طيب. قال لك انا طبقف ده انا عايز استنى اللغات ما اخلص. يعني مسلا دلوقتي. في بعض الحاجات لما بتفتحها مسلا. يقول لك مسلا ايه? اه براوز فايل. براوز فايل. وما يقضاش ينقل لأي حاجة غير لما تبراوز. ماشي? فساقيتها انا منستني ان هي تم. حلو الكلام? فده بيبقى عن طريق ايه بقى? ده بيبقى حالة خاصة فبقى منها عن طريق السيستم كور. حاجة السيستم كور هنتكلم عنها بعديه. طيب. في النقطة تانية قال لك بقى ايه قال لك ان انا ال اه بيبقى عنده بيبقى عنده او لكل كنترولر بيبقى عنده كده بيبقى فيه ايه? بيبقى فيه كل بيبقى بتاعه مسلا هو مسلا ولا انت مسلا لو فتحت هتلاقي هو ايه? مقسم لك كده فيه كده حاجات كده بيبقى فيها اه يقول لك مسلا انت ايه اللي وصل عندك يقول لك كيبورد والكيبورد دي وصل على على مسلا او كده بصو ايه معلم? هنا مسلا كده هو. انا مسلا بيبقى هو عارف مسلا ان انا مسلا الحاجات مسلا ليها مثلا وصل عليها كزا وكزا. تمام? مسلا الكيبورد مسلا وصل على كزا وكزا. تمام? بيبقى مسلا كل حاجة بيبقى منظمة. الحاجات دي بيجيبها منين او دي ويعرف كين هي وصل على 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 يعني مسلا هنا مسلا وصل على وصل على حاجات دي كلها بيبقى عنده ايه? بيبقى عنده كده زي اه احنا فين? ثانية كده منيجا تاني. اه. هنا بيبقى عندك زي بيبقى عارف كل اربط هو ايه? تمام? الطيب بتاعه ايه مسلا اه ايو اس بي مش عارف ايه كده. ويبقى عارف الادرس بتاعه فين? الادرس بتاعه ده بيرفلكت معاك على انه مسلا يقولك هو في كوم كام كوم ستة كوم سبعة كوم مش عارف كزا. تمام? بتاعه مسلا بالنسبة للسي فيو مسلا هل هو شغال مش شغال وممكن كمان يقدر بيبقى فيها مسلا هل بيعمل اه مسلا فيه داتا عايزة تنقل او داتا مش عايزة تنقل. كل ده بيبدأ ايه? يتعامل معه عنده جدوى للكلام ده. ويبدأ يتخز معه. طبعا زي ما قلت لك الناس فيه فايلات كتير. فايلات دي فيها كتير. وممكن من ضمن الفايلات دي تلاقي فايل يبقى فيه وبيعمل له كل شوية. تمام? يبقى انتوا ايه? ماشي? طيب. هاو موضوع الكمبيتر يو. ماشي? اولا زي ما قلت لك انه هو بيبقى عندك دلوقتي. انا دلوقتي بعمل اه ال سي بيو بيقول له مسلا عايزة اقرأ كزا. بيقول له ال دفايس مسلا عايزة اقرأ من الكيبورد. عايز بسلا عايزك تكتب لي على الكيبورد. ماشي? فايلاتي اول ما بيخلص بيروح ايه? بيبقى جايره وبيبقى روح بقيت له انتروت. تمام? فالانتروت هنا اه بيخلص اللي هو فيها. هو بيبدأ ايه? يقول له تمام? انا انا ابعت الداتا. ماشي? فاولا داتي ايه? بيطبعا السي بيو بيروح الاول يشوف الاي اس ار. الاي اس ار بيقول له ريد الداتا فهو بيروح اري الداتا من هنا. تمام? طيب. اري الداتا وبعد كده بيروح ايه? بيروح مودية هنا مخزنها على ايه? في الميموري بتاعتي. حلو الكلام? حلو الكلام. اه في بقى طريق غير مباشر. يعني ده طريق ان هو ايه? لو انا هنفذ الحاجة عن طريق السي بيو وطبعا ده بيتم برضو بالانتروت. في طريق غير مباشر بقى ان انا من الدفايز على طول للانتروت. من الدفايز للميموري وده اللي هو اتكلمنا عليه اللي هو الدي ايم ايه. طيب ايه الدي ايم ايه? قال لك والله انا بستخدمه في الهاي سبيد ديفايز آآ ايموت ايموت ديفايز. وده موجود في الكمبيوتر بتاعي على فكرة. ماشي? 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 بين السرعات وغيرها من ايه? من سرعة الميموري. تهام? ترانسفير بلوك اوف داتا فروم بوفر ستوريج دايركلي تو ماي ميموري وذوت سي بيو انفرجا. يبقى او دلوقتي مش محتاج السي بيو بس غير ان هو عايزي اكسس السيستم بس ماشي? هو عايزي فممكن يسرق بينه سايكل او حاجة زي كده ويبعت الحاجة للايه? يبعت الحاجة للسي بيو. ويبعت الحاجة من غير ايه? ما السي بيو تدخل في الموضوع. تمام? يبقى انا محتاج بس ازني السي بيو في نقطة معينة وانا هنقل الحاجة بتاعتي. حلو الكلام? حلو الكلام. خلي بقى لك ان هو هنا بين البلوك وفي داتا. يعني بلوك ده ممكن يبقى ايه? ميتين ميتين بايت. ميتين وخمسين كيلو بايت. مش عارف حاجات رقام كبيرة. تمام? على حاسة طبعا اتحاطت قيمة في التعديم ايه? والكلام ده كل. تمام? بس. الفكرة في ايه بقى? ان انا بعمل كل فيه كل منقل بلوك. يعني مسلا داتي لو بكتب مسلا تكست كامل على على الكيبورد مسلا. انا مش كل مكتب حرف يعمل لي ويروح يقطع البروستور. لا. انا بكتب كمية كبيرة. وببدأ ايه? انقل الداتا. او ايه? ان انا بتعامل ببلوك كبير من الدات. فخلي بالك داتي في الانترنت انا كنت تبدأ اه بايت. ماشي? وكنت بعمل terre بتاكل واي بايت. هنا انا بعمل بعمل إنترنت كل بلوك كامل. كل ما يكمل عندي بلوك كامل بنق للحاجات بتاعتي. حلو الكلام? حلو الكلام. يوى داتي في الحاجات اللي ايه? خلي بالك. ما تقسش للموضوع بتعديم ايه ده? علي البيت على الذي هو زي الكيبورد مسلا تقول لي انا انا بكتب يا ايه? حرف فانعايز يوزهر قدامي. هقول لك فيه حاجات بتبقى هاي سبيد اوي زي مسلا اللي هي حاجات تحت الجرافيك مسلا. دي سريعة اوي. سريعة اوي انت بتنقل كمية data يعني النقطة الواحدة اللي بكتبها هنا ممكن ترفلكت معاك متين بايت مسلا. ماشي? ان هو هتحدد مكانها فين والdata حجمها ايه والسايز ايه وكده. فانا ممكن تلاقي ان انت بتجيلك متين بايت مرة واحدة. فانت بدل ما تقعد تنقلهم بايت بايت. اديهم ايه? ينقل لك الحاجات دي مرة واحدة كمية واحدة مرة واحدة فهنا الموضوع برفلكت معايا في الشكل ده. يبقى احنا كده فهمنا الجزء الخاص بالسي او تمام? فاضل لنا ايه بقى? فاضل لنا الجزء الخاص بالسي ايه. ايه فهنتكلم بقى في جزء بتاع الايه? الكمبيوتر اكتبش. يبقى احنا كده هتكلمنا عن السي او. تعالي نتكلم بقى عن السي ايه. ازاي حاجات بتشتغل عبعض. قال لك والله ان ما معظم الكمبيوترز عندي كان بتستخدم او معظم لغض دلوقتي بيستخدم ايه تمام? البقى يظهر عندي فكرة ايه? طب دي هتعمل لي ايه? قال لك والله ان دي معروفة اسم والتايات لكابلد ايه? الادبانتج بتاعت المالتروسوس انه هي هتزيد ايه? هتنكريز خلي بقى لك ان هي يعني انت عندك الناتج النهائي يعني انت بس لو بتنفز الف فانت لو عندك مسلا اربعة فانت هتلاقي ان انت كأنك بتنفز في الاخر متين وخمسين بس. ماشي? لكن الفكرة الحاجة انت كده مش هتصرع الواحدة دايما كنت هنا في الواحدة. انت بتزود هنا في الاخر. طيب ان انت ده تعمل تعمل في ايه? في الآآ زي ما قلنا ان انت ده توزع البرنامج على كزا حاجة. يعني ايه? يعني انت لو في حاجة وقت. لو في مسلا كور منهم وقت. السيستم مش هيقع. لا. في حاجة هتشيل مكانه. فده بيسمى ان ان انت ايه? السيستم لو حصل في مشكلة هيقع كله ولا هيبقى في حاجة تاية تسنده. او ده دي الفكرة ايه? طيب ان انت ايه? ان انت ماشي? حلو? بخلي بالك انت عندك احنا نتكلم كده كده في مالتي بروسوسور. تمام? وفي مستر بروسوسور بكونترول السيستم. يبقى هنا ان انا مش عندي مش كلهم سواسية. لا. لا في مستر. ماشي? يعني مش متساويين. ماشي? وفي ماشي? المستر هو اللي بيتحكم يوزع الاوامل دائما ايه ودائما ايه ودائما ايه ماشي? 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 في عندك بقى السيميت بروسوسور ان هو كلهم بيفيرفورم. اللي دي علاقة ايه? بير تو بير. علاقة ايه? بير تو بير. هنا ما كانش فيها ايه? ما فيهاش هنا بير تو بي. يعني بير يعني ايه? يعني كائنهم اخوات او كائنهم نفس نفس الردبة فهم? طيب هدي كده نكون خلاصنا ايه? فكرة السي او والسي ايه? ماشي ونكون خلاصنا كده انتويتش هتكون عايزين لازم ناخدها علشان نفهم احنا يدخلين على ايه? او علشان تساعدنا في اللي جاي ان شاء الله.